السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معكم احمد خطر النهاردة جماعة معنا حلقة هنشرح فيها ازاي نحن نعمل حساب على موقع الخاصة بالتصميم بالذكال الاصطناعي حساب سهل وسريع وازاي نحن كمان نعمل خاص بنا على منصة وليقدر نستفيد من التصميمات اللي مسموح لنا وليكن مسلا حوالي عشرين تصميم او تلاتين تصميم من موقع وازاي نحن نستخدم ايميل وهمي او نعمل ايميل وهمي يتقبل على منصة ونستفيد من اكتر ايميل ان احنا نعمل تصميمات على اول حاجة دلوقتي يا جماعة دلوقتي يظهر قدامنا منصة واللي من خلالها هيزهر اه عندك لو انت عندك حساب لو انت هتخش على او لسه هتعمل حساب والشو كيس دي هات اللي بيبقى فيها تصميمات لو روحنا على الشو كيس هنا يا جماعة بيبقى ظهر فيها تصميمات تم تفهم الزكاة الاصطناعي اه انا بطبعا بقول الكلام ده عشان لو في حد اول مرة يشوف فيديو بتاعي ده او ما شافش الفيديوهات قبل كده عن الزكاة الاصطناعي اه بيبقى مكتوب هنا مسلا الصورة يظهر عليها كده كلام الكلام ده هو اللي اتكتب عشان الصورة تطلع بالشكل ده لو رجعنا تاني هنا هلاقي حاجة هنا اسمها اه زي ما قلنا بيعمل لك حساب بيعمل لك عطوله عندك حساب طيب نجي بعد كده لو رحت هنا انت مسلا على اه كتاب جديد وكتبت هيفتح معاك هنا هتدوس على اول حاجة هنا عشان ينقل لك تلقائيا للصفحة دي الصفحة دي لما تظهر لك هتروح على حاجة اللي اسمها لازم توصل للصفحة دي عشان تظهر لك القائمة دي ما ينفعش ان انت تكون فاتح حساب على لازم تكون عامل لوجه قوت فهتيجي هنا تدوس على واللي من خلالها هيظهر لك الكلام ده المطلوب منك تحط الايميل واليوزر والباسورد والكلام ده كله طبعا يجا حد يقولي طيب انا دلوقتي عايز استخدم غير الجيميل عايز ايميل وهمي سريع اسرع طريقة ان انت تعمل بها اه ايميل وهمي اه بعيدا عن المواقع الايميلات الوهمية اللي احنا كنا بنستخدمها لان ما عادش بيقبل الايميلات الوهمية التانية فاحنا نروح على حاجة متسقة اسمها تقدر تكتبها في البحث هنا تظهر لك بالشكل ده هتفتح مع بعض هنا هنفتح مع بعض الاول رابط هزهر لك الصفحة بالشكل ده ولي من خلالها هتعمل هتدوس عليها هتفتح لك هنا التلاتة حاجات ده هتختار اول حاجة هنا اللي هي اللي هو هنعمل حساب مجاني وبعد كده هيفتح لك هنا الصفحة دي هتكتب هنا الكلام اللي انت عايزه سواء والباسورد بتاعك خلي بقى لما تكتب يبقى كلام بس يعني ما تكتبش حروف او اه ما تكتبش مسلا تعملش سلاشات شرطة هنجبع حاجات زي كده لازم يكون كله كلام ممكن تضيف عليه ارقام وخلاص بعد ما هتكتب الكلام اللي انت عايزه بالشكل ده هتعمل هيحولك تلقائيا على صفحة تانية واللي من خلالها هيزهر لك كابتش هزي ديت هتقول عشان يتأكد ان انت النساء وبعد كده هيحولك للحساب نفسه اللي فعلا هو خلاص تم هيجوا واحد يقول لي طيب هو هيطلب مني هيعمل له ناكست هيطلب مني ايجوا واحد يقول لي طب انا مضطر ان انا اكتب الكلام ده لأ انت مش مضطر انا عايز تعمل على طول وتعمل الا اذا انت كنت بقى حابب توسك الايميل ده وتشتغل عليها على طول لكن بالطرق دي هتقدر اصرع طريقة تقدر ان انت تعمل بها ايميل تستعين بي ان انت تعمل حساب على هنجي هنا هنعمل هفتح لك الصفحة دي هتروح تقف هنا كده بالشكل ده تدوس وهيزهر لك هنا الايميل بتاعك هتاخده كوبي وهنرجع بعد الوقت تاني على وهنروح هنكتب الايميل بتاعنا هنا هتكتب اي اي يوزر نيم انت حابه والباسورد كزلك الامر هتكتب اي انت حابه وتعمل اه يختار اي ويكون اكبر من اربعة عشر سنة وتعمل دي وتعمل بعد ما تعمل كده هيعمل هيزهر لك واللي من خلالها هيحولك على الكاباتش دي اللي هتختارها بالشكل ده هو طبعا اختار اطار عربيا نعمل واللي تلقائيا هيبدأ ان هو يحولنا للموقع مجرد ما هيحولك للموقع بالشكل ده هتزهر لك القائمة دي طبعا في ناس بتدعم القائمة دي ان عايزك مش عايزك تعملها اي حاجة تقفلها خالص وتبقى انت واقف على الشكل ده اول حاجة هنعملها هنروح على الايميل بتاعنا عشان نعمل للاميل بتاعنا لو عملنا هنا تنشيط للرسائل في الانبوكس هتلاقي هنا عمل قال لك هنا ادريس فور اه ديسكورد وقال لها تروح عليها كده تعمل اميل هتظهر لك رسائلة دي تعمل هتفتح معك كده دلوقتي ديسكورد ممكن نيفل بقى الاولانية ديت ونشتغل على دي بس ديسكورد هتختار ممكن ما تفتحش معك نقول مرة دوس تاني لحد ما تفتح فمجرد ما هتفتح معك بالشكل ده هتبدأ ان هي هتحولك على او الحساب بتاعك اللي انت عملته لكن في بعض الخطوات احنا دلوقتي فعلنا الحساب فين بقى هنا ودي بقى تركيز عايزة تركيز شوية يا جماعة هنروح دلوقتي تاني على الزائد دي هنضغط عليها هنعمل حاجة اسمها واللي من خلالها هنقول هيفتح لك حاجات دي كلها دي كل التطبيقات او اللي موجودة على في حاجات كتير جدا طبعا ممكن تفتحها بس احنا نخش على ده اللي احنا عايزين دلوقتي بالشكل ده وهنفتحه معنا بالشكل ده مجرد ما هندوس عليه كده هيجي هنا اقول لك هندوس عليها وكده انت انضميت خلاص وتقدر بكل بساطة بعد وطبعا ما تدوس الكابتش دي هتطلب منك كابتش برضو ايام هيوما برضو عايز الراجل اللي هو قاعد على آآ اللي هو بيشوت كورة ده فحنا نختار اي حد هنا بيشوت كورة ونعمل ومن خلالها برضو هنا هنجي نعمل وهيحاولك تلقائيا على بتاعك الوقت هو فتح هنا هيجي لك بساطة دي يعمل بساطة هنا دي يعمل اللي ازا كنت حابب تختار منها حاجة طبعا دي حرية ليك وإحنا كده تلقائيا نضمينا تقدر بقى دلوقتي تروح على اي جروب من الجروبات المفتوحة دي وبتعمل ايه بقى ان انت بتروح اول حاجة بتعملها بتدخل على الرسائل تعمل وبتختار حاجة اسمها بتكتب اماجين بتظهر لك دي واللي من خلالها هنا بنكتب اي كلام طبعا هنا عشان احنا في جروب مفتوح فبيزهر ناس بتعمل الرسائل كتير اهو بالشكل ده ممكن انت عجبك تصميم معينة وتحب تقوله تعمل زيه دي ما فيهاش مشكلة لو انت حابب ممكن انت تاخد اي تصميم بتعمل زيه بيبوكتبين هنا الكلام هنا وصة بربانكتسك مش عارف كزا كزا بالكلام ده كل هو اللي انت بتاخده بيبدأ من اقول الكلام كل اللي اللا بياده هو اللي بيتاخد بس كلام اللي اللا بياده بس لو عجبك اي تصميم ممكن اتاخده وتعمل زيه ولو مثلا انت زهر قدوم اكتصميم زيه ده وانت حابب تاخده وانت على طول ممكن تختار مسلا ولكن عجبك تصميم الاخير ده بتدوس على لان كل رقم من الصور دي دي صورة دي صورة دي صورة دي صورة واحد اتنين ثلاثة اربع لو اخترت اي حاجة من اليهات ديات بيعمل لك قبل السورة اللي انت اخترتها فبتظهر لك الصورة لوحدها زي كده مسلا بس بمستوى اعلى لو اخترت فبيختار لك صورة من اللي انت اخترتهم وبيعمل لك منها اربع نسخ جداد وبعد كده انت تختار منهم ماشي لكن احنا الوقت لو ان لو احنا بقى عايزين احنا نكتب اي كلام احنا عايزينه فبتيجي هنا عند البرومبت ولا يقول مسلا هنكتب كاميرا بس مسلا هندوس انتر مجرد ما هنعمل كده هيزهر لك الرسالة دي اول مرة بتظهر بتعمل وبعد كده بتسيبها بتعمل لك التصميم هيجوا واحد يقول لي طيب انا عايز بقى ايه مش عايز ازهر في الجروبات دي وعايز اعمل سيرفر الواحدي يعني اعمل فيه التصميمات الواحدة حالو الكلام هنروح دلوقتي تاني هنا على هندوس تحتها هنا علامة الزائد بالشكل ده هندوس ايه زائد هيفتح معنا تاني الكلام ده كله هنعمل طبعا خليبك احنا من المرة دي بنعمل حاجة مختلفة وهنختار وهنختار اسم السيرفر بتاعنا هنسميه زي ما هو كده او اي سيرفر تاني انت حر هيفتح معك الصفحة دي هيزهر لك بالشكل ده طيب انا بقى لو جيت اعمل هنا سلاش واختار ما فيش اي هنا يا جماعة الله طب انا هعمل ايه بقى دلوقتي لازم اربط لده بالميت جورني لان هو مش مربوط بالميت جورني فطبيعي جدا ان انت هتروح رايح عايز تربط بميت جورني انا قلت لك ابسط لان انت هتروح هنا كليك يمين وهتروح رايح على وهتختار حاجة اسمها واللي تلقى هنا هيحولك هنا على الحاجات دي طب هيج واحد يقول لي طب انا فتحت هنا ودي مشكلها من المشاكل اللي هتقابلك وانت بتعمل او ربط بحساب طيب كل اللي انت هتروح رايح هنا وهتكتب بالشكل ده وهتعمل عشان يبدأ ان هو يبحث لك على فيصار لك اول حاجة هنا هتدوس عليه بالشكل ده هتراحز ان هو فتح لك هنا البوت وهتروح على واللي من خلال هتختار السيرفر اللي انت هتعمله وتعمل وتعمل عشان يبدأ ان هو يحولك تلقائم بعد ما تعمل اي محيومة ممكن تختار برضو كابتشا وبالتالي هتلاقي في الكلام ده كله وترجع هنا على السيرفر بتاعك هيتجيب لك رسالة ان هو واللي من خلال هتبدأ ان انت تعمل وتكمل رحلتك في ان انت تعمل تصميمات لو رجعنا بقى اللي احنا عملنا في التصميم الاولاني اهو هتدوس على هتفتح هنا هتلاحز ان هو اللي انت كنت عامله مش ظاهر او هي ظاهرة هي طب لو افترض انها مش ظاهرة قدامك فانت هتروح تلقائم رايح على هنا ونجيب واللي هتظهر فيها للشغل بتاعك بالشكل ده بصراحة انا ممكن اول مرة عمل تصميم ده بس هو تطلع لك اربع تصميمات كاميرات بطريقة رائعة احترافية بالشكل ده انت ممكن طبعا ترجع تاني للديسكورد وتختار واحدة منهم بقى انت مسلا عجبتك واحدة منهم هنا ممكن تجي هنا وتعمل حاجة اسمها جنب جنب دي هتجيب لك هنا التصميمات بتاعتك كده بالشكل ده فانت اوليكن هتختار واحدة منهم انا ممكن اختار الاولى اليوتيوب واختار عشان يطلع لكل واحدة منهم نسخة واستخدمهم ان انا اعمل بهم تصميم هتروح هنا تاني عشان تلاقي التصميمات بتاعتنا زهرت بالشكل ده تقدر طبعا انت تدوس عليه بالشكل ده وتعمل عشان بعد كده هتروح عامل وتنزل عندك الجهاز بمستوى عالي او بصورة عالية بنفس النزام مع الصورة التانية اللي انت عملتها عشان لو حد بيسأل ازاي نزل صورة على الجهاز طبعا كل الشغل ده تقدر تعمله عالموبايل عادي جدا ولو انت مسلا حابب ان انت تعرف ازاي تعمل الشغل ده على الموبايل انا ممكن ابقى اشرحه لك وممكن انا كنت شرحت برضو فيديوهات تانية او اشرح فيها ازاي ان انت تعمل على اه الموبايل بس دي كانت حالة النهاردة عن الامتك ازاي انت تعمل تصميم على اه تعمل حساب على وازاي انت تنضم للديسكورد وازاي ان انت تفتح توصل للميجورني نفسه وتعمل سيرفر خاص بك على منصة وعايزك بقى تعيش وتعمل تصميمات ولو انت حابب تعرف اي تفاصيل اكتر عن ان زي ان انت تعمل ربحة من او ان انت تستفيد ان انت تعمل تصميمات احترفان فهتلاقي ده كله موجود في قائمة التشغيل خاصة بالذكال الصناعة على قناتنا اتمنى كون استفدتم الحلقة لو استفدتم ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناة عشان يزهر لك في فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم